السلام عليكم اليوم عندي موضوع حل المعادلة بالخاصية الجذر التربيعي مثلا عندي الواي تربيعي ساوينه 36 خاصية الجذر التربيعي معناتها جذر الطرفين بجذر الطرفين هذا الطرف وهذا الطرف والجذرة تحت الجذر تربيعي ساوينه 36 أجذر هذا وأجذر هذا فهذا الطرف والجذر سيبقى ستة وثلاثين جايتنا من ستة في ستة فالجذر التربيعي له ستة وهكذا هذه هي الخاصية سنأخذ بعد مثال ثاني هذه هي زت تربيعي ساوينه 9 على 25 شوف شون رح تعملوا يحد فتجذر الطرفين زت تربيعي ساوينه الجذر 9 على 25 تربيعي الجذر طبعا هنانا العفو هنانا لازم سالب موجب يعني مجموعة الحل رح يكون سالب ستة وموجب ستة واضح الفكرة هاي لازم الفقرة تأكد عليه هنانا همينه جذر التسعة ثلاثة جذر الخمسة وعشرين خمسة موجب سالب فمجموعة الحل رح تكون اللي هي السالب ثلاثة على خمسة وموجب ثلاثة على خمسة وسد القوس واضح الفكرة إذا أجاني هاتشي سؤال وأريد استعمل خاصية الجذر التربيعي موسيقى